أيها الإخوة العزاء يسعدني في البداية أن أشارككم في هذا الاجتماع الطاري استجابة لدعوة جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك لبحث تداعيات إبراء من مذكرة تفاهم غير القانونية بين إيثوبيا وإغليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال وهي جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وتمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن جوار والتعايش السلمي والاستغرار في المنطقة وقبل الاستفادة في هذا الشأن لا بد من التضرق لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إذ تؤكد الصومال موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق والمجازر التي يتعرض لها المدنيون تحت مرأة ومسمع من العالم والتي يدني لها الجبين وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدمير البنى التحدية والمرافق الصحية في قطاع غزة إننا إذا هذا الشأن ندعو المجتمع الدولي إلى الإضلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإضلاق النار وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار المجلس لأمر رقم 27-20 والذي يؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة أصحاب السمو والمعالي والسعادة أود أن أطلعكم على آخر المستجدات في الساحة الصومالية حيث أن إيثوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كافة القوانين والعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال تستحوذ بمجبها على شريط بحري بطول 20 كم في شواطئ الصومال في انتهاك صارخ لسيادة وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا بكل ما أوتنا من قوة ولا يضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب وإنما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القوم العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وفي ظل التوترات المتسارعة في منطقة البحر الأحمر والتي تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية فإننا نعتقد بأن الخطوة التي أقدم عليها الجانب الأثوبي هو مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب وينذر بعواقم وخيمة لدولنا وهو ما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية أصحاب السمو والمعالي والسعادة لا يخفى على مجلسكم الموقر أن الأطماع الإثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديمغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاح العالمية وإننا إزاء هذه التحركات ندعوكم إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الإثوبي والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الإثوبية العدوانية ومن يقف وراءها أصحاب السمو والمعالي والسعادة إن تصرفات أبي أحمد رئيس وزراء إثوبية الخارجة عن العراف الدولية المستقرة تتنافى مع قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي وهي التي على أساسها أعطيت له جائزة النوبل للسلام في الوقت الذي يسعى إلى استفزاز وزعزعة أمن دول الجوار وأولها الصومال مما يفرق تلك الجائزة من مضمونها ورسالتها السامية وقد أساء توظيف الجائزة وجعلها وصيلة لإشعال الحرب وانتهاك سيادة الدول وليست جائزة للسلام أصحاب السمو والمعالي والسعادة تأتي هذه التدورات في وقت تشق فيه الصومال طريقها نحو التنمية والبناء والاستغرار حيث نجحت بلادي في مواجهة تحديات المتمثلة في القضايا على الإرهاب بالنسبة كبيرة تجاوزت 80% في ظل قيادة فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود ولا زالت تحارب الإرهاب في كافة أشكاله وصوره في الوقت الذي أبدت الصومال حسن نوايا من خلال طرح مقترح جديد للتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي بعد قرون من العداء بين البلدين إذ أن خيارنا وهدفنا الاستراتيجي السلام والتنمية وليس الحرب ولكن إيثوبيا في المقابل كانت ولا تزال تسعى إلى إثارة الفوضى والتفرقة في المنطقة ونؤكد من على هذا المنبر أن الصومال لن يقبل المساسة بشبر واحد من أراضيه التي حافظنا عليها طوال سنوات وعبر الأجيال وعند أحلك الظروف في ظل غياب الحكومة المركزية فكيف نتنازل الآن عن سيادتنا وقد استعاد الصومال عن عافيته وقد استعاد الصومال عافيته أصحاب السلم والمعالي والسعادة إن جمهورية الصومال الفدرالية كانت وما زالت تمد يدها بالسلام لا للحرب وتكرس جهودها طوال العام الماضية لوأد الإرهاب على أراضيها حيث تقوض حربا شرسة ضد جماعة الشباب الإرهابية وقد نجحت قواتنا المسلحة في تحرير مناطق واسعة من الصومال ولازلنا نسعى لتحرير كامل أراضينا من تلك الأفكار المتضرفة والهدامة ولكن إقدام إيثوبيا على تلك الخطوة بالاتفاف على سيادة الصومال من خلال توقيعها هذا الاتفاق الباطل مع إقليم الصومالي إنما يعرقل جهود الصومال نحو التنمية والاستغرار ويؤجد الصراع ليس في الصومال فقط وإنما سيلقي هذا الاتفاق الباطل بتداعياته وظلاله الكارثية على المنطقة بأكملها وخاصة القرن الأفريقي إننا ندين تلك الممارسات الإثوبية التي تشعل المنطقة بأسرها بهدف شغل الرأي العام الإثوبي عما يجري داخل إثوبيا وهي محاولات مفضوحة ويعلمها القاصي والداني إن الصومال لم يتدخل يوما في الشأن الداخلي الإثوبيا وعليها احترام سيادة الصومال وقواعد حسن الجوار أصحاب السمو والمعالي والسعادة لا يغفى على أحد الصراعات المشتعلة وتوتر الأوضاع في معظم الدول العربية حاليا فالمنطقة العانى على صفيح ساخن سواء ما يجري من عمليات في البحر الأحمر أو ما يجري في فلسطين والسودان واليمن ونحذر من فتح قنوات جديدة للصراع في الصومال ولن نسمح لأن تكون بلدنا ساحة للتسوية الخلافات والصراعات الإقليمية والدولية على أراضينا ونؤكد أن هدفنا هو البناء والتنمية وقد أخذنا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه وآخرها انضمام الصومال إلى مجموعة الشرق أفريقيا الشهر الماضي لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتسريع التنمية في منطقتنا ونؤكد أنه لن تثنينا إيثوبيا عن هدفنا بالارتقاء بالصومال نحو مستقبل واعد للشعب الصومالي على كامل السيادة الصومالية على كل شبر من أراضينا أصحاب السمو والمعالي والسعادة إن جمهورية الصومال الفدرالية تثمن عليها مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الصومال منذ اندلاع الأزمة في أول من يناير الجاري ونؤكد أن الصومال تتضلع لمزيد من الدعم العربي لموقفها الرافض لهذه الخطوة وفي الختام نجدد الشكر لسرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطاري وندعو الله أن يوفقنا لما فيه خير لأمتنا وأن يسدد جهودكم لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها وطننا العربي وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر